أهلا بكم مشاهدين الكرام. إذن موسم حج 2018 موضوعنا في هذا المباشر. نتحدث عن نصيب الجزائر كوتا الجزائرية في هذا الموسم. عن الظروف الملائمة للظروف الإدارية الملائمة والمرافقة للإجراءات التي ترافق تنظيم موسم الحج. خاصة ما تعلق بتحسين الخدمات ونتوقف بإسهاب عند تحسين الخدمات عند الوكالات السياحية. كذلك خصوصية حجاج الفي آي بي وإجمالا ما تم إنجازه على مقربة من 2019 سنة الانتهاء من إصلاح منظومة الحج في الجزائر. كل هذه النقاط أسعد بمناقشتها مع مصطفى حداوي مدير الإعلام بالدوان الوطني للحج والعمرة. سعيدة باستضافتك مصطفى حداوي. وأنا أسعد أختي فولة بهذه الاستضافة الكريمة في هذه القناة الكريمة التلفزيون الجزائري. وفي هذه الحصة حصة أخبار ظهيرة. سعيد جدا بلقائك وبلقاء السادة المشاهدين. وشكرا على قدومك من المعرض المقام حاليا بقصر المعارض الصنوبر البحري والخاص بالحج والعمرة في طبعته الثالثة. أنت من القائمين على تنظيم هذا المعرض. هو في طبعته الثالثة. ما خصوصيته؟ ولماذا تنظيم معرض خاص بالحج والعمرة من أساسه؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم على شرف مسلين. في الحقيقة بتهجنا البارحة بافتتاح الطبعة الثالثة لصالون الحج والعمرة. هذه الفعلية والتظاهر الكبيرة التي يعتبرها الدول الوطني الحج والعمرة مناسبة لخلق فضائل للمواطن الجزائري للإطلاع على كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم عملية الحج في الجزائر. والإطلاع على كل الإجراءات المتعلقة بالتنظيم عملية العمرة في الجزائر. وكذلك للإجابة على كثير من التساؤلات التي تضور بذهني. فرصة كذلك للمهنيين، لوكلات السياح والأصفر. لتتبارع وتتنافس في تقديم أحسن الخدمات لحجاجين الميامين وللمعتمرين الميامين. ما ينعكس بالضرورة أختفل على تخفيض الأسعار المقدمة للحجاج والمعتمرين. ما ينعكس بالضرورة أختفل على ارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين. هذه الطبعة كما تفضلت تميزت على صعيدين اثنين أساسيين باريزين. تميز الأول هو ارتفاع عدد الوكالات التي شاركت. معناتها استطعنا خلال ثلاث سنوات أن نرتقي بوعي الوكالات. وأن تقتنع بأنه لا بد لها أن نلتقي مع بعضنا كهيئة عمومية وقطاعات عمومية مشاركة في تنظيم عملية العمراء والحج. للتباحث والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحج. ونحن كما تفضلت في المقدمة على أعتابي سنة 2019. كانت فرصة كذلك للمتعاملين الأجانب الذين رصدت عليهم عملية اختيارهم. ليكونوا معنا يقدموا خدمات الإسكان والإعاشة مختلف الخدمات والنقل مختلف الخدمات للحجاج. ليقدموا للجزائري. ليتقربوا أولا من الحاج الجزائري. ليتقربوا من وكالات السياحة. ليتنافسوا هم كذلك في تقديم أحسن الخدمات. هناك ما يقال حبلة الخدمات. وسنأتي إلى هذا بعد قليل. دائما فيما يخص هذا المعرض هذه الطبعة. ما أكثر الأسئلة؟ ما أكثر الانشغالات التي تتلقونها؟ وتحتاج إلى توضيح أكثر من أخرى ربما. في الحقيقة في التوازن في الانشغالات المطرحة. تجد أولا فيه شقين كبيرين. المحور الأول انشغالات متعلقة بالمحور الفقه. متعلق كيف أحوج. كيف مهوم المنسك. كذا. في هذا تم تخصيص فضاء كبير جدا. يحوي مجسمات البقاء المقدسة. كعبة. مجسم عن الكعبة المشرفة. مجسم عن حجر سيدنا إبراهيم. ومقام سيدنا إبراهيم. حجر سيدنا إسماعيل ومقام سيدنا إبراهيم. مجسم عن المسعة. مجسم عن رمي الجماراتي. يتدرب الحاج أو المواطن بصفة العامة أو المعتمر على كيف يؤدي المناسك بطريقة صحيحة. وفق المرجعية الدينية الوطنية الجزائرية. يتدرب المعتمر على كيف ينتقل بين المشاعر المقدسة. وهو يؤدي نسكه. بين المكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة. ويتعرف على جميع ترتيبات الإجراءات المضوعة في هذا. يتفرج على كم هائل من الفيديوهات. الذي يصور له إحداثيات البقاع المقدسة. الفنادق وكذلك المشاعر المقدسة حتى يكون في الصورة. المحور الثاني الكبير كذلك هو محور الإجراءات تنظيمية والإدارية. يتعرف الحج شغوف والمعتمر شغوف. مع من أحج؟ كيف أستطيع أن أختار الوكالة التي أحج معها؟ كيف أستطيع أن أتفادى أن أقع ضحية لبعض الوكالات الغير معتمدة؟ كيف أستطيع أن أضمن حقوقي مع الوكالة؟ أتكلم عن الحج وعلى العمرة. في الإجراءات أنت الحج هل أقوم بالفحوصات الآن أم أجلها؟ إذا قمت بها الآن ما هي الخطوة القادمة؟ من أي مطار سأنتلق؟ والمسالك ووسائل النقل وكله؟ كل هذه الترسانة من الإجراءات التي يمر بها الحج هي محط إجابة من إخوانك أعوان الدول الوطني للحج والعمرة. وكل وكالة سياحة والأصفار والمتعاملين الذين شاركوا بامتياز في هذا الصالة ليكون طبعة ناجحة. وليكون بصمة إضافية تنظف إلى بصمات تحسين تطوير عملية الحج في الجزائر. نعم والزوار المعتمرين والحجاج المستقبليين يمكنهم زيارة المعرض المستمر إلى غاية 31 مارس. صدقيني ربما كنا مع بعضنا قبل القدوم إلى الستوديو قبل الدخول كنت تقول إليك وصلت عشر دقائق قبل الوقت. جاء متأخرا. نعم. ذلك أنه من خروجي من الصالون حتى لمئراب السيارات عدد هائل من المواطنين. إقبال كبير. جدا. يسألون كلهم في المحاور التي تكلمت فيها. وكلهم شغف ويعني تطلع للفوز بهذه الشعائر المباركة سواء كانت العمراء أو الحج. وخصوصا أنه نضمنا في فعالية الصالون عمراء مجانية تسحب يوميا. فالمواطنين يقبلون على التدريب ويقبلون على التلع على خدمات الوكالات التي هي مشكورة على مشاركتها المتميزة من خلال الجنحة رائعة. ففي إقبال لافت هذه السنة. إلى غاية الحادي والثلاثين. إلى غاية الحادي والثلاثين يوم السبت بحول الله. طيب على كل وبعد أن يمر الحادي والثلاثين مارس سؤال دائما يتردد كل سنة. كوطة تلك الجزائر في الحج. في حديث عن رفع العدد. تعاليق أخرى في انتظار تصريحات رسمية. مع أن تم تداول بعض التصريحات الرسمية في عديد من المرات. ولكن نتساءل هذه السنة هل سيتم مرفع نصيب الجزائر في الحج؟ أولا تم الفصل في كوطة الجزائر في اللقاء الذي جمع كل منه معالي وزير شؤون الدنيا والأوقاف. الأستاذ الدكتور محمد عيسى. مع نظيره وزير الحج السعودي. في اللقاء الذي أجريه في الأشهر الماضية لتحديد كوطة الجزائر. واستفادت الجزائر من تحديد كوطة مقدارها 36 ألف حاج جزائري. صحيح. كان في حديث عن رفع الكوطة. بالنظر إلى أن عدد الجزائريين الذين هم في نمو ديمغرافي متصاعد. ارتفع ليتعدى عتبة الأربعين مليون. وهذا تم طرحه من طرف معالي وزير شؤون الدنيا والأوقاف. على وزير الحج السعودي. السعودية التي ردت على معاليه بأن السعودية ستحتفظ بالكوطة التي كانت موزعة على العام الماضي. العام الماضي الذي كان سنة ستتنائية شهدت ارتفاع الكوطة. الكوطة كانت قبل العام الماضي مقدرة بـ 28 ألف و 800 حاج جزائري. العام الماضي تم رفعها لتستعيد الجزائر حصتها المقدرة بـ 36 ألف حاج جزائري. وكانت بشرة كبيرة زفها أنا ذاك معالي وزير شؤون الدنيا والأوقاف لكل الجزائري. هذه السنة استقرت الكوطة في نفس الرقم الذي رجعت إليه العام الماضي. والمقدر بـ 36 ألف حاج جزائري. نعم وكان كذلك في تصريح لوزير الحج السعودي يرجع إلى الاحتفاظ بكوطة الجزائرية. وكوطة جميع الدول الإسلامية. وهذا راجع إلى الأشغال التي تجري في مشعر مينا. والتي لا تسمح برفع حصص الحجاج الجزائريين أو غيرهم. صحيح هذا الموضوع صحيح. ربما نجيله في الخدمات لما نتكلم عن الخدمات. هناك تحدي وصعوبة. لنبدأ أن نعرج عليها. سنعرج عليها في انتظار تحسين الخدمات. ماذا عن الأجراءات الإدارية على مستواكم؟ لأن الإجراءات الإدارية تم شروع فيها. ولكن هل تم توفير الظروف الملائمة لهذا؟ اختفوا الله. بكل بساطة وبكل صراحة مع الشريحة العريضة من المواطنين الذين توصلوا معهم في هذه اللحظة. نعم. عملية تنظيم الحج في الجزائر شهدت منعرجا كبيرا. وهي تسير نحو الموعد المشهود الذي هو 2019. ذلك لم تعد تنطلق عشيتها انطلاق الحجاج إلى البقاء المقدسة. لما أقول عشية ربما تعبير مجازي. لكن شهر أو شهرين قبلها كما كانت في قديم السنوات. الآن أصبحت تنطلق مشارة بعد رجوعنا إلى الجزائر. المجلس الوزاري المشترك الذي يرأسه مع علي الوزير الأول. والذي يترأسه السيد أحمد أويحيا باعتباره وزن أول هذه السنة. نعقده في شهر نوفمبر 2017. وأعطى إشارة الانطلاق في التحذيرات. عقبه مباشرة انطلق الوفد التحذيري إلى البقاء المقدسة يوم 25 ديسمبر. قبله كان انطلق في آخر شهر جنفي العام الماضي. الذي كان في 2016 بدأت التحذيرات بشكل مبكر. كذلك هنا في الجزائري انعقدت لجنة يترأسها مع علي وزير الشؤون الدنيا. وقفتها دم كل القطاعات. حددت رزنامة الإجراءات الإدارية التي يمر بها الحاج إلى غاية إقلاعه. وهذه الرزنامة التي شهدت تبكيرا. الآن أتكلم معك في هذه اللحظة. وقد انطلقنا في عملية إجراء الفحوصات منذ 4 مارس 2018. في حين أن القرعة العام الماضي أجريت في يوم 25 مارس. يعني مثل هذه الأيام. لكن اليوم ما نتكلموش عن القرعة أنها تجرى متأخير. لكن انطلقت العملية الفحوصات. وتقلصت الأجال. انطلقت الحجاج يدفعون اليوم تكلفة حجهم على مستوى بنكي الجزائري. اعتبارا من يوم 18. هم على موعد بحول الله تعالى وقواته يوم 10 أفريل. لاقتناء التذكرة. هم على موعد بحول الله تعالى بعد هذا التاريخ بيوم واحد. لحجز غرفتهم في البقاء المقدسة. وهم بعد ذلك على موعد لدفع ملف التأشيرة قبل رمضان بحول الله تعالى. حسب ما هو مبرمج في مزنمى. يتم تحصول على التأشيرة. هذا كله إنجاز كبير من ناحية الإجراءات. بحيث يقوم الحاج بإجراءاته في متسع من الحال. ويستطيع أن يتعرف على الخدمات التي سيتحصل عليها. وبالتالي نحن نريد أن نفرغه بكل صراحة. لأن يعتني بالاستعداد الآخر المهم جدا. هذا الاستعداد المادي. الروحي. الاستعداد الروحي. كيف يمكن أن يكون الحاج أداؤه لشعائر المقدسة وأداؤه لحجه صحيحا. حتى يعود بالزاد كاملا حج مبرورا بحول الله تعالى. بحول الله تعالى. لأنه نعم على ذكر التحضير الروحي. يعني مشكلة الخدمات المقدمة في البقاعة المقدسة تشغل بال معظم الحجاج. يعني ما الذي تم إنجازه حتى تحسن الخدمات خاصة على مستوى بعض الوكالات السياحية؟ سيدتي. بخصوص الخدمات. كان الحجاج قديما يشتكون من عدم وجود الإطعام. على سبيل المثال. وكانوا يقعون ضحية التسموم. ضحية أكل لا يلائم الحاج الجزائري لأنهم تعود هنا. يأكل شخشوخة ويأكل كسكس. يأكل نمط معين من التغذية قد ألفه في الجزائري. لما ينتقل بقاعة المقدسة تقدم له بعض الواجبات التي يقوم بأعدادها يا أخوانا الباكستانيين أو الأفغان أو غيره. فبتلي لا تلائمه. البعتة اليوم أصبحت توفر للحاج الجزائري وجبة متوازنة تضمن له صحته. لماذا؟ لأنه يشرف عليها طباخين جزائريين بمعيد أطباء جزائريين. يتناولها وكرامته محفوظة. ويجلس على طاولة نظيفة ويستلم ويصطف في طابور. يتحصل على وجبته كاملة. بلادونتري بلاد ريزيستانس بليفروي إلى آخر ذلك. يتحصل على وجبة كاملة تضمن له صحته والقوة ليؤدي مشاعر. إذا تكلمنا عن السكن. خدمات الإسكان. البعت كلها. وحجاج الدوان والوكالات. أصبحت فنادقها قريبة. كان زمان الحاج يشتكي النهويته. لأنه كان الفندق بعيد خمسة كيلو وعبعة كيلو. وشكل. ليبقى كذلك في ميناء. الآن أصبحت الفنادق قريبة جدا من الحرامين المكي والمدني. وفي المدينة تكاد تكون مطلة على الحرام المدني. يفتح شرفته ليطلة في حرام المدني. ونوعية الفنادق أصبحت مصنفة. والحمد لله تعالى. في عرفات الالتقاء الواضح جدا بخدمات المقدمة لحجاجنا ما يمين. من خلال خيام الألمانية المكيفة إلى غير ذلك. من خلال كذلك تقديم الوجبات في عرفات. من خلال توفير الطراحات اللي نسمعهم المطارحة عندنا في الجزائر للحجاج. هذه أمور كلها لم تكن موجودة من قبل. والآن أصبحت موجودة للحج. إذا تكلمت عن نقل نقل مميز بالعكس أصبح نقل رفاه. باعتبار موجود فيه الأنترنت وموجود فيه شاحن الهاتف إلى غير ذلك. نحن نتكلم على هذه الخدمات المتميزة. لكن كذلك لن ننسى أن نتكلم على أن الحج مشقة. لا يعتقد أن الحاج سيسافر إلى دولة ليسيحة في الأرض وليتنعمها. الحاج هو عبارة عن تحدي عظيم. تحدي للمنظمين سواء دول المنظمة في حد ذاتها. أو لن نحن كباعتات الحج كباعتة الجزائر إلى غير ذلك. وتحدي للحاج. لذلك يجب أن يتحلى بالصبر. ولذلك يجب أن يتجند لهذا الحج بالاستعداد المسبق المادي والروحي ويكون على دينها. وكانت التعليمات صارمة موجهة للوكالات السياحية العمومية. والخاصة كذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج. وعليها رفع شعار خدمة الحاج والمعتمر واجب. هل كانت فيه استجابة؟ الاستجابة كانت واسعة رغم أنه ظهرت فيه أو تم تسجيل بعض النقائص. لكن الحقيقة هي تحية عرفان يمكن أن تزفى لوكالات السياحة والأصفار التي أصبحت تنخارط في هذا المصار. الذي دعا إليه معالي وزير شؤون الدينية والأوقاف الدكتور محمد عيسى. المصار تطوير عملية الحج وحفظ كرامة الحاج. ومن سنة إلى أخرى كنا نرفع كرامة الحاج. لذلك تم استحداث هيكل في البعدة. سمي به جهاز المتابعة المرافقة والمتابعة. هذا الجهاز لديه أعمال كثيرة من بينها متابعة تسجيل اختلالات التي قد تقع فيها وكالات السياحة. وتم إقصأ بعض الوكالات السياحية. وتم تخفيض عدد الوكالات السياحة العام الماضي. وتم تخفيض حتى القوطة التي كانت تتكفل بها الوكالات السياحة العام الماضي. مثلا تكفل الديوان بحوالي 20 ألف حاج جزائري. بينما تكفلت وكالات السياحة بـ 16 ألف حاج جزائري. العام الماضي لما أحسنت وكالات السياحة تكفل بحجاجنا. تم هذا العام قلب الآية أصبح الديوان الوطني الحج والعمرية تكفل بـ 17 ألف حج جزائري ووكالات السيحة تتكفل بـ 19 ألف حج جزائري تم تعزيز أو المحافظة على الرقم الذي تم تأهيله لخدمة الحجيج وهو 44 وكالة في هذا العدد كنا نظور العام الماضي الوكالات المقصد ستعوض بأخرى؟ تم تعويضها انتقاء الوكالات تم كخطوة أولى والآن تم تعويض الوكالات ما قول القول في هذا الموضوع هناك جهد يبدل حتى مع وكالات السيحة والأصفال التي هي كذلك تمخرط في مسار تطوير عملية الحج وتطوير عملية العمرة أصبحنا نرى أن المشاكل التي تقع فيها الوكالات في تراجع مستمر مع ذلك دفاطر الشروط سواء العمرة أو الحج صارمة في أن تحفظ للحاج الجزائري كرامته من خلال أن تضمن أن وكالة السيحة لا بد أن تلتزم بتعهداتها وبالتزاماتها تجاه الحج الجزائري ومتى كان إخلال الدفطر الشروط وما ينص عليه جاهز لينصف الحجاج وليقصي وكالة ما أو يدخل وكالة ما نعم لأن حتى في الحجاج فيه تباين مثلا المستفيدون من الحج حج الرفاه ما هي خصوصيتهم وهل هم يعتبرون ضمن البعثة مع الحجاج الآخرين وما هي خصوصيتهم المواطن الجزائري كغيره من الناس يتفاوتوا في إمتارياته المادية طبعا هناك من يستطيع أن يقتني الخدمات الاقتصادية بعد دولة يقدمها الدوان والتي هي مميزة في الحقيقة كما قلنا جاءت وزار شؤون دينيا والأوقاف في الدولة ومطنية الحجو العمراء ليقول للناس من أراد أن يستفيد من الخدمات القاعدية الجيدة التي تقدمها الدولة الجزائرية وتضمن بها كرامة العجزائري له ذلك مع الدوان ومن أراد أن يحسن أكثر وبمقدوره أن يدفع أكثر ليقتني خدمات إضافية يلجأ لوكلات السياحة والأصفر وكلات السياحة والأصفر التي تقدم للحاج الجزائري خدمات إضافية أعطيك مثال سيدتي مثلا الدوان يضمن أن يتحصل الحاج على وجبة فاطور الصباح وجبة العشاء يومين تأتي وكالة تقول لك نزيد وجبة الغداء الدوان يضمن عبر مينيو يعني عبر يعني قائمة طعام يومية اليوم الجمعة موجود عندنا كسكس زائد شربة فريك زائد كذا زائد كذا يقدم للحاج الجزائري تجي وكالة سيحة الأصفر تقول لك نفتح له يعني بوفي نفتوح للحاج ينتقي ما يشاء وقبل هذه الخدمات يدفع الحاج الجزائري يعني مبالي في كذلك خدمات فيما يخص سرعة الحصول على وسيلة النقل صحيح هناك من الحجاج من يريدوا أن يكون أقرب قدر ممكن من الحرم المكي فيه الكثير منهم هناك من يسكن في الخمس نجوم أو ما يسمى الآن في البيقاء المقدسة بالنجوم الأبراج التي هي مطلة في الحرم المكي عفوا هناك من يسكن في مشاعر مقدسة يقول أنا ما نسكنش خصوصا في مينة التي تعتبر تحدي عظيم نقبق على الجغرافية ضيقة وما تمنحه السعودية للجزائر لم يتغير من سنوات والضيق شديد إلى غير ذلك هناك من يرتأي أنه يقتني مع وكلات السياحة والأصفار مكان يكون يعني يتوفر على راحة أكبر ويتوفر على خدمات إضافية أكثر فلذلك الحاجة يقتني هذه الخدمات من عند وكلات السياحة والأصفار ووكلات السياحة والأصفار أصبحت سنة بعد سنة تتمييز في هذا الاتجاه وتقدم هذه الخدمات الإضافية فقط جديد هذه السنة في هذا الموضوع أنه تم تصنيف الخادمات المقدمة للحج عندك الخادمات الحج الاقتصادي عندك خادمات الحج المحسن والتي تقدمه وكلات السياحة والأصفار وعندك خادمات نصف VIP نصف مميز وعندك خادمات الحج المميز وكل يعني كل مستوى من هذه المستويات يقدم مجموعة تختلف على المستوى التي قبلوا من الخدمات وللحاج الجزائري أن يختار من الخدمات المشأ وبالتالي يختار من المستويات ما يشدنا هو أن للحاج حرية اختيار الصيغة التي يريدها وله ذلك وذلك إذا كان اختار خادمات الحج المميز عن طريق الاتصال بوكلات السياحة والأصفار واضح وهذا ما يتيحه صارو للحج يعني كل وكلات السياحة والأصفار منظمة العمية الحج مشاركة ومشاركة فيستطيع الحاج أن يتقل كل نحلة بين فضاءات هذه الوكلات ليوازن بين خدماتها ويختار من الخدمات ما يشاء بناء على كل هذا سيدنا نتساءل على مقربة من 2019 سنة الانتهاء من إصلاح منظومة الحج في الجزائر نتساءل عن ما تم إنجازه أو أكثر من هذا ما تبقى من العملية الإصلاحية فل أختي عندك شيئين أساسيين الشيء الأول هو أنه النظرة الاستراتيجية التي طرحتها وزارة شؤون الدينية والأوقف نعم ترتكز على شيئين اثنين ترتكز على الجانب المالدي نعم متعلق بتحسين الإطعام متعلق بتحسين السكن متعلق بتحسين النقل متعلق بتحسين الخدمات في المشاعر المقدسة هذا جاري فيه الأعمل وتم أقول انتهاء منه بصفة كبيرة جدا قد تصل إذا اسمحت النفسي أني قيم أكثر من 90% الأكثر من 95% عندك الشق الثاني الكبير هو الشق البشري والذي ينقسم إلى قسمين ينقسم أولا إلى الحاج الجزائري المكون الأساسي لبيعتة الحج والذي من أجله تعمل الدولة الجزائرية حتى يكون مرتاحا وحتى يؤدي منسكا والذي قسم الثاني هو عضو البيعتة هذا الذي سيذهب ليؤطر الحجاج الجزائري الحج الجزائري تم استهدافه بمجموعة كبيرة من البرامج التحسيسية والتوعوية على هاملي وعلى هدف والهدف الارتقاء بمستوى أدائه في الحج إذلك رأيتي أن حملات التحسيس والتوعية تنطلق مبكر ليس من صالون الحج لكن قبل صالون الحج من خلال مركز تكون تدريب الحجاج على مستوى الولايات المنتشر عبر الضوائر من خلال الحملة التحسيسية المحلية التي يقوم بها السادة الأئمة عبر كل تراب الوطن من خلال صالون الحج كمحطة وطنية من خلال قافلة الحج المبرول التي ستنطلق في أواصل شهر أفريل المقبل من خلال مؤتمر الحد الذي سيعقد من خلال برامج تلفزيونية التي نقوم على إعدادها التي تنطلق بعد رمضان مباشرة حتى يتم تعزيز ثقافة الحج عند المواطن الجزائر وعند الحج المقبل بحول الله تعالى وقوته التدريب، التكوين، التحسيس، البرامج الإعلامية كلها برامج متكاملة تهدف فقط ليكون الحاج الجزائري أداء طيبا استعملوا مجسامات حتى يتم تقريب الصورة للحاج الجزائري استعملوا الصور والفيديوهات حتى ينظر الحاج الجزائري أين سيؤدي منسكة وما هي الظروف التنظيم التي سيعيشها هذا الحاج الجزائري العنص البشر الثاني الذي نعمله عليه هو عضو البعتة كيف يستطيع عضو البعتة أن يقوم بمهمته على أحسن وجه كيف يستطيع أن يستشعر أنه شرف وكلف في نفس الوقت شرف أحسن تشريف كيف لا وهو يخدم حجاج بيت الله الحرام ليست تشريف وتكليف وحده كافيين كيف يستطيع أن يكتسب المهارات الضرورية ليقوم على خدمة يده في الرحمن كيف يستطيع أن يكون في المستوى المطلوب حتى يؤطر ضيوف الرحمن مهارات الاتصال والتواصل مهارات إدارة الأزمات مهارات التصرف السريع مهارات الإرشاد الديني كيف يمكن أن ننتج برنامج تري يمكن للحاج أن يستفيد من خلاله من حجه وأن يكون حجه صحيحا ولا يمكن أن ننجح بالتحسين الإمكانية المادية التي تكنمنا عليها سابقا وحدها أو بتحسين الإمكانية البشرية وحدها لكن يجب أن يكون العمل في خطين وذلك ما يقوم به مع الوزر الشؤون الديني من خلال تعليماته ومن فيزو سيد موديل عمد دول وطني الحج العمر بمختلف إطاراته وجاري العمل على هذا الإطار فقط نختم لك في هذا الإطار كنت تكلمت على البرنامج التحسيسي البرنامج التكويني لعضو البيعطة انطلق كذلك باكرا تم عقد لقاءات عديدة مع كم القطاعات المتدخلة في تنظيم عملية الحج لعضو البيعطة وبشرنا العملية الآن على موعد الأسبوع الماضي فيما أعتقد عمال المطارات من هنا من جزائل الذين يقومون على تفويج الحجاج في المطارات والعمل على راحتهم والقيام بجميع الإجراءات على موعد مع التكوين ثم المرافقين ثم المرشدين ثم أعوان حماية المدنية وهكذا دولك كل أعضاء اللي بيعتبوا بكل تشكيلاتها سيخضعونها للتكوين مسجل الخلل يمكنه إصلاحه لكن العزم واحد بأنه منظومة الحج في الجزائر ستخطع خطوات ثابتة لتكون أحسن بحول الله وعلى ذكر قافلة الحج المبرور هل مست كل ولايات وما صداها؟ قافلة الحج المبرور كانت إبداعا جزائريا بامتياز أكاد أكون جازما بأنه ولا دولة إسلامية تنظمون مثل قافلة وجزائر شاسعة في أول سنة أطلقنا قافلة الحج المبرور في موسم الأول في 13 ولاية والتفى حولنا المساهمون والتفى حولنا يعني الرعاة بحول الله تعالى بحيث أصبحت يعني تم تبنيها من طقبة من طبقة الاقتصادية في الجزائر كما تم تبنيها من المجتمع وتشوفي الالتفاف الكبير الذي تحظى به قافلة الحج المبرور في الولايات شيء منقطع عن النظير العام الأول كانت 13 العام الثاني اللي هو العام الماضي كانت 23 ولاية زرنا هذا العام مبرمجة 33 ولاية سيتم زيارتها باقي الولايات ستستفيدوا من قافلة وليات القريبة عندك مثلا قسنطينة وميلة عندك 50 كيلو يتم دعوة الحجاج وتكفر إلى التقاء في أكبر قطب حضاري في أكبر قطب حضاري وهكذا ولك فحجاجنا كلهم معنيهم بقافلة الحج المبرور فقط القافلة ستزور 33 ولاية ليتم تعميم هذا البصمة الجزائرية بامتياز في السنوات المقبلة بحول الله بحول الله سؤال أخير وتركته في الأخير لأنه متعلق بتكلفة الحج هي تثير الجدل دائما وتشهد ارتفاع من سنة لأخرى ماذا عن تكلفة هذا العام؟ حتى لا تصير تكلفة الحج تطير الجدل على المباشرين أقول أنه يجب أن نركزها على تكلفة الحج بالريال السعودي منذ سنة 2012 على العقل الحسابات التي عندي تقول أن تكلفة الحج كانت في متوسط 25 ألف ريال سعودي ولم تبرح هذا الرقم منذ سنة 2012 إلى غاية يومنا هذا المتوسط المعدل يعني بعض الأحيان تطلع الـ 27 بعض الأحيان تطلع تهبط الـ 24 لكن المتوسط المعدل المتوسط هو 25 ألف ريال سعودي المتغير في تكلفة الحج هو سوق الصرف في الجزائر الذي غير مستقر هو الذي يحدث هذه هذه الضفارات تكلفة الحج كانت في حدود 25 ألف جزائري كانت الخدمات عادية جدا بسيطة جدا لا تكيف في مينا لا أفرشة في مينا وخيم بسيطة ونسمح لنفس نقول بداية جدا الآن الخدمات كلها غير الخدمات التي تم تقديمها إذن الحاج الجزائري في الخدمات تم تطويرها بشكل كبير جدا والتكلفة بالريال السعودي تم الحفاظ عليها فقط لم ينصفنا الحظ مع سوق الصرف ومع هذا التكلفة الجزائرية تعد من بين الأكثر انخفاضا من أكثر انخفاضا في العالم العربي والإسلامي نحن لما نحتك بالباعات الأخرى وحتى بجيراننا نكتشف بأن تكلفة الحاج الجزائري ولما يسمع الحجاج من مختلف أنحاء العالم بأن الحاج الجزائري فيه مبلغ يرجع إلى جيبه مقدر بـ 2500 ريال يعني لما نتكلم على 52 مليون فيها مبلغ للطائرة اللي هو 12 مليون سنتيم وفيه مبلغ يرجع لجيب الحاج اللي هو 2500 ريال سعودي يقتي به هذا المبلغ كان مخصص الزمان ليقوم بأن يتغذى به يعني يأكل به لما مكاشر الإطعام موجود لما الآن أصبحت الدولة تتكفل بالإطعام والمبلغ لا زال راجعا إلى جيب الحاج فالبعثات والحجاج البعثات الأخرى يستغربوا يقول كيف البعثة الجزائرية ترجع للحاج الجزائري نعم البعثة الجزائرية بكل السبول تحافظ على كرامة الحاج الجزائري العام هذا كذلك ربما كان السعر سيكون أكثر انخفاضا لأن سلطة سعودية فرضت ضريبتين اتنتين دخلت بشكل جديد على التكلفة مما خلت التكلفة ترتفع نسبيا مقارنة مع العام الماضي مع ذلك بكل المقاييس المنطقية تشير إلى أن التكلفة تكلفة الحاج الجزائرية هي تكلفة ملائمة جدا جدا بالنظر للخدمات التي تقدمها البعثة الجزائرية ولعل الفضل في هذا يرجع لسببين اتنين أولا أقولها بكل صراحة حينكة المفاوض الجزائري وأهمية التوصيات التي يقدمها معا وزير شؤون الدنيا وعقاف والمدير العام للدول الوطني الحج والعمرة التي خلت الجزائر تتحصل على أحسن الخدمات وتقتني بأسعار مقبولة الثاني هو الخبرة المكتسبة للجزائر في تنظيم عملية الحج وزارة شؤون الدنيا أصبح لها قدم راسخة في تنظيم عملية الحج بشهادة السعوديين أنفسهم الذين أصبحوا يصنف الجزائر كما كان يقول دائما مع الوزير الشؤون الدنيا وعقاف في مراتب متقدمة يقول مع الوزير الشؤون الدنيا وعقاف أحسب أنفسنا في المرتبة الخامسة أو السابعة هو كذلك ما أبلغه به مع الوزير الحج السعودي أن الجزائر اليوم أصبحت تحت المراتب متقدمة من ناحية الخدمات ومن ناحية التكفل بحجاجنا هو مكسب يجب فقط لحجاجنا الميامين أن ينخارطوا فيه وذلك أولا بالإخيرات في المنظومة التكوين والتوعية التي تم إطلاقها بشكل وحفاظ على هذه الهيكلة نعم أن يضع الحج جزائري في نسبة عينه وفي ذهنه أن الحج ما شقع الحج ما شقع الحج ما شقع مهما قدمنا من الخدمات لكن الصعوبات تبقى موجودة وأن يشرف الجزائر كذلك فقط سيجد بإذن الله وأن يشرف الجزائر وأن يمثلها أحسن تمثيل بارك الله وفك على هذا أشكرك جزيلا شكرا سيد مصطفى حيداوي مدير الإعلام بالدوان الوطني للحج والعمر شكرا جزيلا لك شكرا لك وسعيد بهذا اللقاء وأنا أسعد الله يكرمك شكرا